قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج كربة عن أخيه في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاناة طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات من محافظة قناة فهو لا حول له ولا قوة هذا الطفل يعاني من دمور في المخ أي شلال دماغي ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع أيضا الكلام أو النط وأسرة الطفل عانت كثيرا دقت كل الأبواب بداية من محافظة قناة ثم وكيل وزارة الصحة ثم أصحاب القلوب الرحيمة ولكن دون جدوى ولا أحد يستجيب لشكواها أو استغاستها أو ندائها محمد متحد يحتاج لإجراء عملية جراحية عاجلة بالمخ تتكلف أكثر من خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى علاج أيضا يتكلف شهريا أكثر من أربعمائة جنيه ولكن لا أحد يساندها طرقت كل الأبواب وجاءت إلينا لنرى معاناة هذه الأسرة وضقت كل أبواب الحياة لكي تمسح دموع ابنها وإليكم هذا التقرير بالصوت والصورة لعل أصحاب القلوب الرحيمة تستجيب لمدائها المهاردة معانا حالة إنسانية حالة من الحالات الصعبة حالة الطفل محمد عمره خمس سنوات يعاني من دمور في المخ أم محمد هتقول لنا مشكلة ابنائي ورحلتها مع العلاج ومع محمد أهلا سلام ومحمد أهلا سلام ومحمد أهلا سلام ومحمد أهلا سلام ومحمد ممكن تقول لنا محمد أهلا بيعاني من إيه بالضبط وآهلا رحلة على لي وإيه بسم الله الرحمن الرحيم أنا رحت كشفت الدكاترة كتير بي رحت مصر وأسيوت وصهاج ويني كل دكتور يقوله عنده مغس اللي عنده التفاخ والي غير لبن الصناع بتاع من هو صغير وهم ما يعلموش يعني بالكشف اللي احنا بنكشفه الفلوس اللي بنجيبها بنجيبها ازاي عشان نكشف الكشف ده يعني بس في اخر دكتور قال لي ده عنده نسبة دمر في المخ طب كتب لع العلاج 8400 جنيه والعلاج اصل من دولا غلي بتاخدي معاش لمحمد؟ اه 323 جنيه في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها النهاردة 320 جنيه او 350 جنيه ما بيعملوش حاجة في ظل علاج 400 جنيه بتعمل ايه؟ انا نمشي على كتد حانة الحمد لله والده شغال ايه؟ ارزق على باب والله اه محمد مشكلة دمر في المخ من زولاته شكت في هذا الامر ازاي؟ كان باول ما اتولد كان بيصرخ كتير جوي بيجيت مش عارفة ااكل ولا شوالة نعم وخالص نفسي انا من خمس اجل معرفش 24 ساعة صريخ كل ما رح اكشف عند الدكتور يقولوا ده دم للبن الصناع بيتمغس وده ما فيش فايدة رح اعمل اشاعة 850 جنيه يروح يقول لا ده عنده اتفاق عشان يعرف عنده ايه؟ يقولوا ما فيش حاجة طب بيصرخ من ايه ما عرفش يعني كل دكتور الشكل يروحوه بس الاخر مرة رح تتأمين الصحي معنى معيش فلوس تابع الدولة يعني محدش عملي حاجة بس الاخر مرة حقولوا ده عنده نسبة دمر فالمخ يعني شلال دماغي بس مش عارفة اعمليه بصراحة يعني كل مرة حعملت يعني قالوا لدكتور محتاج علاش طبيعي طبعني الجلسة دي بعشرين جيناه ودو كتلا ما كوله حاجة غليت غلوا للعشرين خلله خمسة وعشرين طب انا جيبهم حمي فين الجلسة الوحدة بس بخمسة وعشرين في السبوع. يعني شوف الشهر بكام. وانا معجلة شقة بربعمل جنيه ده غير النور والمية والكلام ده. اما يوم من الفين برضا. وغير علاج بربعمل جنيه. والعلاج غلي كمان. اما يردك اجب من الفين. والاكل غلي. اما يجب من الفين. طبعا هو محتاج عملية اضافة انه طبعا محتاج علاج شهري او اسبوعي. ومحتاج عملية. طب تعملت مع هذا ازاي. يعني يعني تأمين صحي طرقت بابه. ريت التأمين الصحي وروحت المحافظ وروحت دي. محتاج عملية حاية. محتاج عملية حاية. فممكن نشوف الاشاعات والتحاليل والا. دي الاشاعة دي عاملها رانين. دي الاشاعة عاملها رانين. يعني اللي ثبتت ان ايه? ان دي عنده اضمور في المخ. عملتها دي باربعمائة وخمسين. رحت التأمين الصحي حشان عملها على حسب الدولة يعني. محتاج عملية حاجة. عملت على حسب السلفة فلوس من الناس. وفي ناس ادتني وعملتها. ودي كمان اه. معاها. برضك. رحت التأمين الصحي مضولي. محتاج عملية حاجة. جاعد ودوني من هنا. واختم ده من هنا. واركب تاكسي. اروح من ده من هنا. في السيود. كل حتة كل بكان. اروحوا. يمختموا لي فيه. وما حدش اعمل لحة. في الاخر جايوا للع. مفيش. مفيش يعني حاجة تابعنا. دي الاشاعات. شافوا الشتات واشاعات وعلاج و. الشتات دي اللي بشتر عند دكتور كل دكتور الشكل. كل دكتور الشكل. ده غير الرماتو. كتير كان معايا انا كتير. كتير. يا انا طرقت كل الابواب. ما طرقتيش باب. ولكن اه. تأمين صحي. موافش معاكي. المحافظة. وكل وزارة الصحة. فيش حد واقف معاكي. محمد طبعا اكيد العملية غالية. اكيد العملية ما هتتكلف كتير. ما طرقتيش لأي مؤسسة مؤسسات الخير. مؤسسة مؤسسات اللي هي اهل الخير الكبيرة. محادش عمل لي حاجة. محادش عمل لي حاجة. ما فيش مجالول ما فيش مزانية ما فيش فلوس. عملوا البحث وجولوا بيت وشافوا حالتي. ما عملوا ليش حاجة. قالوا ما فيش فلوس. ما فيش حد بتبرع بحاجة يعني. يا با انا عمله روح فيه. محمد بيتكلم يعني اه. محمد. بيجلقين. لا بيجغو عود شي. اسماك ايه. اسماك ايه. اسماك ايه. اسماك ايه. محمد اسماك ايه. محمد 5 سنين ويعاني من مرض شلل دماغي طبعاً بنترك هذه الرسالة لأهل الخير والمسؤولين بمحافظة إنا بداية من محافظة إنا الوكيل وزارة الصحة للمؤسسات الخيرية وأهل الخير من خلال برنامجنا بنوجه رسالتنا وصرختنا لأهل الخير والسيد محافظة إنا والسيد الدكتور أيمن خضاري وزارة الصحة بقناة نظرة لطفل محمد نظرة لأسرة محمد خمس سنين من حق أنه عايش من حق أنه يبقى زي وزي أي ولد أمو محمد رسالة أخيرة توجيها من خلال برنامجنا النهاردة للمسؤولين ولأهل الخير ولأصحاب القلوب الرحيمة تحبت تقول لهم إيه؟ عزام يعني يدوروا علينا شوية يسألوا فينا شوية عزام يسألوا علينا يعني وفكروا فينا شوية زي بعض أشخضر ربنا مش خضر إحنا بس يفكروا في الغالبان ده إنه مش لقياه له حل وإيه لقياه له حاجة مش عرف أعمل إيه؟ أنا تعبت ونختم لقائنا النهاردة مع دموع أمو محمد تتمنى من الله تتمنى من أصحاب القلوب الرحيمة تتمنى من المسؤولين أن يلقوا نظرة لمحمد محمد من حقه أنه يعيش من حقه يأكل ويشرب من حقه يمشي زي الأطفال زميله من حقه أنه يروح مدرسة من حقه يعيش حياة كريمة من حقه أنه يتعالج نختم النهاردة رسالتنا النهاردة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته